وينضم إلينا للتعليق دكتور سفيان أبو زيدة الوزير الفلسطيني السابق دكتور سفيان تحية لك أولا ونبدأ بتصريحات من يمين نتنياهو الأخيرة الذي قال فيها إن النهج الحالي لحكومته ولإدارته للمعركة هو النهج الأفضل لإعادة المحتجزين تعليقك على هذه الجملة بالتحديد وما الذي جاء به نتنياهو من جديد اليوم في هذه التصريحات هذا التصريح يتناقض مع الواقع يتناقض نهائيا مع الواقع وليس فقط يتناقض مع الواقع بل أيضا يتناقض مع قناعة الغالبية العظمى من الشارع الإسرائيلي ويتناقض أكثر مع أهالي المحتجزين بالنتيجة هذه السياسة فشلت بمعنى منذ أن انتهت التهدى الأولى واستئنف العدوان ورفع هذا الشعار أننا الضغط ومزيدا من الضغط سنؤدي إلى إجبار حماس على إطلاق صراح المحتجزين والأسرة النتيجة الصفر لم يتم استعادة أي أسير حي الذي تم استعادته يم بارة عن جثث وتم قتله نتيجة القصف الإسرائيلي وبالتالي حديث نتنياهو هذا غير مقنع لأحد على الأقل في الشارع الإسرائيلي من وجهة نظر الشارع الإسرائيلي الحكومة هذه الفاشلة هذه حكومة فشلت في كل شيء تقريبا وهي أيضا يحوم على رأسها الفشل في 7 أكتوبر هي التي تتحمل هذه المسئولية وبالتالي نتنياهو يحاول أن يبرر فشله بفشل آخر مع فرض التعتيم على وسائل الإعلام الإسرائيلية بكل أنواعها أصداء ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلي على تناول الرأي العام الإسرائيلي بشكل عام الرأي العام الإسرائيلي يصخر يصخر من هذه السياسة وليس فقط الرأي العام هناك قيادات سابقة في الجيش وهناك قيادات سابقة في السياسة يهود ألمرت يهود براك رؤساء وزراء سابقين جنرالات سابقين يأير قولان نائب رئيس هيئة الأركان السابق وهو مرشح اليسار لقيادة حزب العمل وقيادة ميرتس في الانتخابات القادمة والاستطلاعات تعطي 12 مقعد في حال دخل الانتخابات المقبلة هم أيضا يقولون أن هذا الأمر غير منطقي وليس بالإمكان أن نستخدم القوة ونحارب حماس ونحارب الفصائل وفي نفس الوقت نعمل على إطلاق صراح المعتقلين أحياء هذا الأمر يتناقض مع ذاك وبالتالي أما أن تقول الحكومة بشكل واضح أنها لا تريد الأسرة وبالأحياء وتستمر في هجومها وتستمر في قتلها وإما أن توقف العدوان وتفاوض الاثنان لا ينسى جمان مع بعضهما البعض هذا هو الموقف العام أعتقد أن هناك محاولات مصرية تحدثت قبل ساعة تقريبا عن هذا الأمر هناك مبادرة مصرية التي تم الحديث عنها في وسائل الإعلام تقضي بعمل صفقة تدمج ما بين الإطلاق صراح المدنيين الموجودين مقابل إطلاق صراح أسرى فلسطينيين بمعايير متفق عليها المرضى وكبار السن والجرحى وفي نفس الوقت تشكيل حكومة فلسطينية مهنية تقود إلى الإغاثة والإعمار والإعداد إلى الانتخابات وأيضا في نفس الوقت الجهود تستمر لوقف إطلاق شامل وإطلاق صراح وكافة المحتجزين مقابل إطلاق صراح أسرى فلسطينيين بمعنى الحديث هنا حديث نتنياهو يتناقض مع الواقع إنهائيا الأمر الآخر الذي يتناقض مع الواقع نتنياهو تحدث أمس ونشر في وسائل إعلام أنه تحدث أمس 40 دقيقة مع بايدن بعد انتهاء المكالمة نتنياهو قال أن بايدن لم يطلب مننا وقف القتال وأننا مستمرون في هذه الحرب حتى تحقيق أهدافها أيضا بايدن عندما سألوا الصحفيون هل أنت طلبت من نتنياهو أن يوقف القتال فبايدن قال لا لكن الحقيقة أن هذا لا يعني شيء ما قاله ما أجابه بايدن لا يعني شيء أو بمعنى لا يعبر عن الحقيقة وما قاله نتنياهو أيضا في جوابي أن بايدن لم يطلب منه لا يعبر عن الحقيقة لأن الجميع يفهم أن الفترة الزمنية المتبقية لإسرائيل للعمل بهذه الطريقة العنيفة ضد الفلسطينيين من خلال الدبابات والقصف والقتل هذا الأمر يعني يجب أن يستنفذ ولا يستغرق أكثر من أسابيع قليلة قادمة ربما لا تتجاوز الأربعة أسابيع هذه هي الحقيقة الرأي العام الإسرائيلي مهيئ لذلك أعتقد أن الجيش يهيئ نفسه لذلك ليس من الصدفة أن الجيش الإسرائيلي القوات الإسرائيلية انسحبت من مناطق كثيرة في شمال غزة من تل الزعتر ومن الشيخ زايد ومن الشيخ ردوان ومن مناطق أخرى وانسحبت من الشجاعية وانسحبت من الزتون وانسحبت من التفاح بمعنى يعني هي لم تنجز مهمتها في الشجاعية ولم تنجز مهمتها في كل الشمال ومع ذلك انسحبت القوات ربما يتم نقلها إلى التركيز هنا على خنيونس وربما إلى مناطق أخرى في المنطقة الوسطى ولكن هم يدركون أن الوقت ينفذ وأن عليهم أن يعني ينجزوا ما تبقى لهم من مهمات في هذا الوقت القصير هذا إذا يعني استطاعوا أن يحققوا أي مهمة من هذه المهمات هذه الإعادة للانتشار أو إعادة التمركز ترمز إلى الاستعداد للمرحلة الثالثة من الحرب أم أنها يمكن أن تكون إرهاصات لقبول الهدنة لقبول اتفاق جديد لإيقاف إطلاق النار لا هي تكتيكات أنا أعتقد هي تكتيكات عسكرية ناتجة عن تحريك للقوات هم أدركوا أنهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى كل مسلح من المسلحي الفصائل المقاومة هم أدركوا أنهم لا يستطيعوا أن يصلوا إلى كل نفق وإلى كل فتحة نفق وأن هناك وصلوا إلى استنتاج أن القضاء على كل ما هو من فوق الأرض من إعمار ومن مباني ومن سكان حتى لو قضوا على كل هذا ومسحوا غزة عن بكرة أبيها لن يحل لهم المشكلة لأنهم اكتشفوا أن هناك مدينة كاملة مدن كاملة تحت الأرض وبطبقات قرأت اليوم تقرير إسرائيلي يقول لا أعرف إذا كان صحيحا أو غير صحيح دقيق أو غير دقيق أن هناك بعض الأنفاق عبارة عن أربع طبقات تحت الأرض بمعنى حتى لو أرادوا أن يصلوا إلى هذا النفق وعرفوا أين لا يستطيعون أن يدخلوه لأن هناك الكثير من المداخل الغير معروفة والكثير من المتفجرات الموجودة هناك وأن الخطر سيكون كبيرا على الجنود وقد لدعوا أكثر من مرة خلال دخولهم إلى الأنفاق إذن دكتور سوفيان إسرائيل تعلم وربما العالم يعلم أن هذه الحرب لن تنتهي إلا على طاولة مفاوضات لن تنتهي إلا بالتفاوض كما تفضلت سبعي لن تحقق نصر عسكريا كاملا في غزة يعني نعم نعم يعني أنت لحظت التصريح المقتبس عن نتنياو الحرب ستتواصل حتى تحقيق الأهداف وهي استعادة المحتجزين وضمان أن لا يشكل قطاع غزة تهديد في المستقبل في بند واحد يعني مش موجود بداية الحرب قالوا القضاء على حماس وقدراتها العسكرية وعادة المحتجزين والأسرة وعلى تشكل هنا لم يوجد البند القضاء على حماس تقديري لأنه أصبحوا يدركون أن هذا الأمر لا يتم لا في شهر ولا في شهرين ولا في سنة ولا في سنتين وقد يكون الأمر غير قابل للتحقيق وبالتالي يتحدثون عن أن لا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل في المستقبل وهذا هو السؤال هنا يأتي السؤال المخاوف من أن تلعب إسرائيل على خطة خداع استراتيجية بعيدة المدى يعني هم يعلمون أنهم لن يستطيعوا القضاء على المقاومة الفلسطينية وليس حماس فقط بين عشية وضوحها لكن يمكن عن طريق الاتفاقيات وعن طريق يعني كما حدث في الماضي أن تكسب معارك كثيرة فما الذي يجب على المفاوض الفلسطيني فعله سواء بالنسبة لحماس أو بالنسبة لبقي الفصائل حتى يضمن أن تظل القضية مشتعلة ألا تكسب إسرائيل خطوة في هذه المعركة يعني هو ما تريده الفصائل واضح ما تريده إسرائيل واضح والميدان هو الذي يحدد النتاج حتى الآن الميدان هو ليس في صالح إسرائيل رغم الدمار ورغم القتل ورغم عشرين ألف شهيد وأكثر من نصف مطفال ونساء ورغم تدمير أكثر من خمسين بالمئة ربما من منشآت قطاع غزة ورغم الجوع ورغم العذاب ورغم البرد كل هذا صحيح ولم تحقق إسرائيل أي إنجاز سوى هذا القتل الذي مارسوه وبما في ذلك إعدامات ميدانية كما تقول الكثير من الشواهد ومع ذلك هو لم يحقق أي هدف من الأهداف التي وضعها بمعنى يعني الميدان هو الذي سيحدد مجريات أو تطورات الموقف فيما بعد الأدوان أنا أقصد الضمانات التي يجب أن تتخذ في اتفاقيات المفاوضات في المرحلة المقبلة حتى لا يتم التراجع عنها بعد ذلك يمكن لإسرائيل أن تطلب صراح جميع الأسر الفلسطينيين لكن يمكنها أيضا استعدته مرة أخرى يعني تستطيع وهي اعتقلت من محررية صفقة شليط عام 2011 أعتقلت خمسين أسير محرر في عام 2014 وحتى الآن موجودين في الأسر هذا صحيح ولكن هذا يعني يعتمد على الأطراف التي تضمن الاتفاق طيب تأثيرات الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية الخسائر كان كبيرة في صفوف جيش الاحتلال نعم هناك صدمة في إسرائيل حول هذا الموضوع أنت تتحدث عن مية وتمانية وخمسين جندي وضابط قتلوا منذ السابع من أكتوبر وأن عدد الجنود الإجمالي منذ سبع أكتوبر هو حوالي أربعمائة وسبعين جندي وضابط هذا عدد كبير ولكن في غزة أمس 15-14 جندي وضابط في غزة في أقل من 24 ساعة وكذلك هناك جندي في الشمال فلسطين من جنوب لبنان قتل أعتقد أن هذا رقم كبير جدا بالنسبة للإسرائيليين وهذا شكل على لديهم صدمة كبيرة حتى أن هناك البعض أسمى يوم أطلق تسمية على يوم السبت أنه يوم سبت أسود آخر هذا يشكل مزيدا من الإحباط ومزيدا من عدم الثقة في قدرة الجيش على إدارة تحقيق الإنجازات ومزيدا من عدم الثقة في هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي فشلت في أهم قضية تعتبر أنها تخصها وهي مكافحة الفلسطينيين من خلال العنف وفي عهد هذه الحكومة إسرائيل ارتكبت أكبر خسائر في تاريخها منذ أن تأسست قبل سبين عام شكرا جزيلا لك دكتور سوفيان عبو زيدا الوزير الفلسطيني استعمالك شكرا لك